أهلا أحباء نحتاج كل الأبدية لنتكلم عن البراهين التي تثبت هوية يسوع المسيح وهل نحاول أن نثبت وجود الشمس في وضح النهار أمام الجميع إلا إذا كان شخص أعمى جسديا لا يستطيع أن يرى الشمس وهكذا أحباء كثير في ضلال وفي عمى روحي واستبدلت بمظاهر التدين الخارجي والرياء والكبرياء وللأسف الكذب وخالية من البراهين فأصبحنا ندافع عن الله ندافع عن العقيدة ندافع عن الدين وإذا شخص مسنا تعتبر عثرة أو إهانة وإذا شخص طلب أن يغير دينه يواجه الإضطهاد وهكذا وهذا طبعا ليست المسيحية المسيح واحدة من الشيء اللي أعجبني في شخصية المسيح أنه حتى لما تركوه أعطى التلاميس فرصة ألعلكم تريدون أن تتركوني أعطاهم الفرصة أنه يختاروا شيء آخر ولكن رأوا يسوع واختبروا يسوع وعاشوا يسوع وسلكوا يسوع وتكلموا عن هذا الشخص الفريد الرائع الذي لا مثيل له فمش بحاجة للإقناع فالشمس موجودة يسوع أحبائي كل ما عليك صلاة بسيطة يا رب افتح ذهني فيه أبسط منها افتح قلبي افتح عيني إذا صليتها من قلبك بأكد لك مليون في المية الله مش رح يتركك رح يتعامل لأ معك اشتركوا في القناة